سلام عليكم لبنات راحبكم من جديد في وصفة جديدة كيفيتنا اليوم حلوة جفة بجوز الهند اقتصادية ببيضة واحدة بدون زبدة بالزيد فقط تتحصلي على اروح حلوة لضياف الغفلة ولا حتى لائلة القهوة العصر اتحضرها في دقائق نتمنى حتى انتم تجربوا هاد الكيفية اكيد راح اتعجبكم ابقوا معي للاخير شوفوا مقادير وتفاصيل تحضير كيفية اليوم مشاهدة ممتعة اذا نجيب هنا الاناء نحط فيه الحبات على البيض ونحط معها طبعا القريصة على الملح ونحط معها نصف كاس على السكر نزيد لها نصف كاس على الزيت نضيف لهم زوج ملاعق تعد جوز الهند قدام عمرين ونضيف الحم زوج ملاعق كبار تعد المايزينة المايزينة هي اللي تعطيكم الهاشاشة للحلوة تحكم ندير هنا ملعقة صغيرة تخاملة الحلوة ونضيف ملعقة صغيرة تقدروا تعودوها بالفاني تقدروا تعودوها بالفاني تعد البودرة نخلط الكل مع بعض بفرشيطة ولا بالفوي لا تجبدو لا تغطيحكم هذا الحلوة جدو سريعة وتخلطي كل شي مع بعض كما تشاهدي اذا بعد ما نخلط هكذا الكل مع بعض وتحسوهم باللي ندمجو نجيب الفارينة التاعي ونبدأ نضيف فيها بالتدريج بعد ما تحصلت على هات القوام نجيب هكذا الفارينة طبعا تكون مغربلة نبدأ نضيف فيها غير بالتدريج حتى نتحصل على عجينة متماسكة اللي نقدر انشكلها بليد مباشرة نجيب ههنا صينية نغطيها بورقة طهي ونبدأ انشكل في الكورات التوعي الحجم التحهم يكون متوسط هكذاك 21 قرامي لحبيتو تانيت وزنهم معليش وزنهم ديروهم هكذا متبعدين كي ما راكم تشاهدو انا راح انكمل العجينة كاملة ونولي لكم اشتركوا في القناة كامل العجينة وشكلت هدوك الكورات كي ما كنتشاهدو فيها في هاد المرحلة بكف اليد نضغط عليها لجرمون باش مجديناش الحلوة التاعنا عالية بالساف ونضينا طيبة مليح من الداخل وبنينا لو نكون مساخنا الفرن ديجا مسبقا بالنسبة لي عملية الطهي او كيفية الطهي نديرها من فوق كي نشوفها تحمرت ملتحت نعاود نحبطها ونشعلها لها باش تتحمل من فوق لازم الحلوة الطيب وها مليح باش جيكم بنينا ومجيكمش خضراء بعد ما طابت الحلوة التاعي ودات هاد اللون الدوغي كي ما روكم تشاهدو نروحو للمرحلة تعتزين على الغهنا عندي شوية على كونفيتور او مربع المشماش وعندي شوية على جوز الهند هكذا نطلي الحبات على الحلوة التاعي بمربع المشماش ومن بعد نقطصها ولا نرمدها في جوز الهند اشتركوا في القناة بالنسبة للتزيين النهائي هاد الشي ولي لكم انا درت حبيبات عحو بيبات الشوكولاتة هكذا في الوسط ودرت شوية على الكارز ولا لسو عيس كونفيت قطحتهم هكذا قطحت الحبه على 4 ودرتها هكذا في الوسط وانتم ما تقدرو ديرو خطوط بالشوكولاتة السوداء تاني راح تيكم الحلوة بزاف شابه وفي الاخير درتها هكذا في الكيسات باش نقدمها وتكون بخيز انتابل وحبتها لضيف تاوحكم كي تقدموها ما حاش يعرفوا كامل بلي درتها ببيضة وحيدة وبدون زبدة تجي بزاف خفيفة وتجي الدوب في الفم يعني تجي طرية لانو درنا لها لا مايزينا هادي هي الحلوة تعنا راح نقسم معاكم هنا حبا باش شوفوها كيفاش جاد وكي ما قلتكم اللول لازم تطيبوها مليح من تحت عكذا باش ديكم البنينة وفالع تقسمها بكل سهولة متجيش يبصى وتجي من اروع ما يكون في البنة وفي الشكل نتمنى تجربو هاد الوصفة ونقولكم شكرا على حسن المتابعة والقناة قائمة بتشجيهتكم نشكركم بزاف زاف ونقولكم الى الملتقى ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة